السلام عليكم بخوتي إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفضلوا الصلاة والسلام مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ولدي من خلاله رح شارك معكم آخر خبار محترفين والمنتخب الوطني جزائري كذلك عدنا مفاجأة كثيرة رح نتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو فإذا كنتم تشاهدون المرة الأولى رجاء لا تنسوا اشترك في القناة واتفع زر التنبيهات ولا تنسوا تابعتنا عبر حسابتنا السوشيال ميديا وإنستغرام الظاهر أمامكم نبدأ أزايا كرام بالخبر الأول واللي يتعلق بلاعبين محترفين الذين حاليا ينشطون في الدور الفرنسي وكما يعلم الجميع حاليا الدور الفرنسي يحتفل بمجتمع الميم ولاعب المنتخب الوطني جزائري رفضوا المشاركة كلاعبين أساسيين من أجل عدم حمل قميص أو قمصان الأنديين تعهم التي تحمل هذه الاحتفالات بهذه الجمعية فلهذا هذا أمر مشرف من هؤلاء اللاعبين من أبرزين فارس شعيبي كذلك بالنسبة لللاعب الآخر هو جوان حجام الذي لم يشارك اليوم أمام نادي تولوز الفرنسي وهذا ما كشفه لنا عنه موقع RMC الفرنسي فموقف بطولي ومشرف من هؤلاء اللاعبين أما بالنسبة ليوسف عطال ليلة أمس الزاكرام عاد كلاعب بديل ومن الإصابة بطبيعة الحال ولعب ما يقارب نصف ساعة ولكن صراحة لم يعود كليا إلى مستواه البعهود لكنه لا يزال يمتلك ذلك الحس الهجومي الكبير والسرعة والاندفاع نحو المرمى الخصم وأداؤه ليلة أمس يوضح أنه سيعود لتألقه في حال لم يتعرض لإصابة مرة أخرى فهذا اللاعب راه عائد إلى الطريق الصحيح ولكن يتمنى أنه لعلة الإصابة لا تسلط عليه وهذا اللاعب هو قريب جدا لعودة إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري بنسبة 90% إذا لم يتعرض للإصابة وانتمنى ما يتعرض للإصابة لأنه لاعب مهم في تشكلة المنتخب الوطني الجزائري بدون إطالة ننتقل الآن إلى الخبر المولي واللي يتعلق بالمباراة اللي جمعت بنا نادي مورشستر سيتي وكذلك نادي إفرتون واللي رياض محرس كان كناعب أساسي فيها وسحقوا بدورهم نادي إفرتون بطبيعة الحال في هذه المباراة خارج الديار بثلاثية نظيفة على هدف الأول جاء من إيكاي غاندوغان والذي قدم له تمرير حاسمة هو الجزائري رياض محرس بهدف الثاني من إيرلينغ هالند بتمرير حاسمة من إيكاي غاندوغان وإيكاي غاندوغان زاد الهدف الثالث يعني بدربة حرة كان سينفذها رياض محرس ولكن نفذها يعني إيكاي غاندوغان وإيكاي تصبح ثلاثية في مرمى يعني نادي الطوفيز نادي إفرتون خارج الديار رياض محرس اليوم تحصل على تنقية 8.2 هو الثاني أفضل لاعب ويبرهي لبيبوغوردولا بهذه الأرقام أنه يستحق اللاعب في دور الأبطال فيبيبوغوردولا شوف الأرقام اللي قدمها رياض محرس واللي راح قاعد يقدمها رياض محرس واللي راح يقدمها أمام نادي رياض مدريد إذا راح تعطيه المكانة الأساسية في ملعب الاتحاد المباراة التي ستقامت زي كرام في الديار وليس خارج الديار المباراة ستكون سهلة إذا رياض محرس راح يكون كلاعب أساسي هو وإيكاي غاندوغان وكذلك يعني إيرلينغ هارلاند وكيفن ديبرون لأنه حاليا راح نشوف أنه أصبح هناك علاقة وطيدة بين عفوان رياض محرس وإيكاي غاندوغان من ناحية التمريرات الحاسمة فإذا راح يلعبوا هذا الزوجة الزي كرام احتمال كبير جدا أنه فريق نادي مونشستر سيتي سيصحق نادي ريال مدريد في الديار ولا وجود للريمونتادة هذه المرة حسب رأي الشخصي أو يعني أنه ستكون هناك نتيجة ثقيلة على ملعب الاتحاد بالنسبة لدي مونشستر سيتي بل أنه إذا بيبو غوردولا لم يتفلسف الزي كرام في هذه المباراة نادي مونشستر سيتي سيصحق نادي ريال مدريد طبعا اليوم الزي كرام بتمريرات رياض محرس الحاسمة لكاي غاندوغان أصبح في رصيده عشر تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ورياض محرس يعني ساهم في بقاء نادي مونشستر سيتي في الصدارة برصيد 85 نقطة أما بالنسبة لوصفه نادي أرسولان يعني حاليا في رصيده 81 نقطة فقط ورياض محرس تخيل معي عزيزي الكريم عزيزتي الكريمة أنه أصبح حاليا في القائمة التي هي يعني تحمل أفضل ثلاث ممررين حاسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم أنه ما يلعبش أساسي طيلة المباريات عزي كرام ما يلعبش أساسي طيلة المباريات ولكن دائما حاسم ويتواجد في قائمة أفضل الممررين الحاسمين في الدور الإنجليزي الممتاز الممرر الحاسم الأول عدنا كيفن دي بروين برصيد 16 نقطة حاسمة عدنا بكايو ساكا في المرتبة الثانية بـ 11 نقطة حاسمة رياض محرس في المرتبة الثالثة برصيد 10 نقطة حاسمة متساوي مع مايكشل أوليز اللي متمنى أنه يمثل المنتخب الوطني الجزائري هذا اللاعب ويعني كنتشوف هذا الألقام عزيزي كرام في الدور الإنجليزي الممتاز وقادرة تنعاكس مع المنتخب الوطني الجزائري فما بدأ بينا هذا اللاعب مثل المنتخب الوطني الجزائري هو أيضا في قائمة أفضل ثلاث لعبين ممررين في الدور الإنجليزي الممتاز كذلك عدنا لعبين آخرين مثل لعب لدي أرسونال كما تشاهدون ولكن تخيل معي أنه رياض محرس يعني دائما يرعب كلاعب أساسي في طالة اللقاءات والمباريات وفي مختلف يعني المسابقات مع نادي مونشستر سيتي لكان هو أفضل ممرك حاسن للفريق وفي الدورة بطبيعة الحال وفي كل المسابقة الأخرى ولكن بيبو غوردون لمقيد هذا اللاعب للأسف الشديد كذلك رياض محرس اليوم عزيزي كرام دخل تاريخ الإحصائيات وذلك بعدما أنه سجل أو صنع عفوا خمسة أهداف خلال أربع مباريات متتالية فقط في الدور الإنجليزي الممتاز وهذه أول مرة تحدث له في مسيرته يعني هناك في إنجليترا أو مسيرته الاحترافية وطبعا رياض محرس بعد المباراة صرح قائلا للكاي غان دوغان الذي نفذ تلك المخالفة الذي أراد رياض محرس تنفيذها ولكن أتى اللاعب الآخر هو الكاي غان دوغان ونفذها صرح قائلا فقط دعوا الكاي غان دوغان يفعل ما يفعله اليوم لأن الكاي غان دوغان صراحة تقدم أسس وأيضا هدفين لصالح نادي مونشستر سيتي ويبدو أنه هناك تفاهم كبير أصبح بين الكاي غان دوغان ورياض محرس في الفترة الأخيرة أنا قلت نفضل أنه في مباراة العودة يكون لعب الكاي غان دوغان ورياض محرس ورح نشوفها الزي كرام نتيجة إيجابية لهذا الفريق بالنسبة للخبر المواري وأيضا بعض الصحف بدأت تشيد بين جميلة دولة جزائر رياض محرس على سبيل المثال سكوا كانت تصرحت قائلة هذا ساحر بطبيعة الحال في الدور الإنجليزي الممتاز وكمعلومة وإحصائية أخرى رياض محرس الزي كرام اليوم بعدما وصل إلى التمرير الحاسمة العاشرة في موسمه في الدور الإنجليزي الممتاز مع فريق نادي مونشستر سيتي اليوم بلغ حاجزه الذي حققه في السنوات الماضية مع نادي ليستر سيتي عندما وصل إلى التمرير العاشرة في الدور الإنجليزي الممتاز فرياض محرس عندما كان في نادي ليستر سيتي في أفضل مواسم له في سنة 2016-2015 قدم رياض محرس وقتها 11 تمرير حاسمة فتخيل معي الزي كرام كيفاش كان رياض محرس في نادي ليستر وكيفاش حاليا هو في نادي مونشستر سيتي في ليستر كان كالملك دائما يلعب كلاعب أساسي ولكن اليوم مقيد تحت فلسفة بيبو كواردولا وراه وصل إلى الأرقام اللي كان يلعبها وكان يقدمها عفوا في نادي ليستر سيتي فبيبو كواردولا مهما قيد هذا اللاعب إلا أنه دائما يحطم أرقام قياسية كثيرة جدا وطبعا بيبو كواردولا هنا محرج بطبيعة الحال بهذه الأرقام يقول لك شوف أنا كنت يعني نضغط على هذا اللاعب ونسي عليه سياسة المداورة وما كنش يلعب كلاعب أساسي دائما ووصل لنفس الأرقام اللي كان عليها في نادي ليستر سيتي ونادي زي كرام كان كالبطل في ذلك الموسم وفي تلك النسخ مع نادي ليستر ننتقل الآن إلى الخبر الموالي طبعا رياض محرج عزز رقمه القياسي ب61 تمرير حاسمة في تاريخ الدور الإنجليزي ممتاز من ناحية الناعبين الأفارقة الأكثر تمريرا للتمريرات الحاسمة بيبو كواردولا بعد المباراة صرح قائلا ماذا يمكنك أن تقول قلت للعبين يعني عن مباراة نصف النهائي دور أبطال أوروبا أمام ريال مادريد أنهم حاولوا الاسترخاء وافعلوا ما تفعلونه في آخر الأربع أو الخمس المواسم الأخيرة فإن شاء الله رياض محرج يكون كلاعب أساسي ولكن بمثل هذه التصريحات كذلك فلسفة بيبو كواردولا كيلعبوا في هذه المباراة كلاعب أساسي احتمال كبير جدا ما راح يلعب في مباراة العودة أمام نادي ريال مادريد للأسف الشديد فقط توقعات مني مبدائية ولكن راح نشوفه إن شاء الله يوم المباراة وش رياض محرج راح يكون كلاعب أساسي أم الأكس وطبعا هناك حاملة ضخمة جدا بسبب عدم إشارك رياض محرج أمام نادي ريال مادريد في مباراة ذهب التي كانت في إسبانيا في سطر البرنابيو ولكن راح نشوفه بيبو كواردولا وش راح يرضخ لتصريحات وغضب الجماهير والإعنام أم العكس بالنسبة للخبر الموالي الفيفا صرحت قائلة عن المنتخب الوطني الجزائري قائلين لحظة عزف السلام الجزائري هي واحدة من أكثر اللحظات شاعرية في مباراة كأس العالم الفيفا هل نعود لسماع السلام الجزائري في كأس العالم سنة 2022؟ هو نعم ردي حول هالتغريدة الخاصة بالفيفا؟ نعم قادرين ولكن سقدر التحكيم انتعكم إذا التحكيم يوقف فاسد بمثل هالتطريقة وتكون هناك منتخبات تضرب طاولة في خبايا الاتحاد الأفريقي لكورة القادمة فما راح نديره والي لأسف الشديد التحكيم يلعب دور كبير جدا الزاكرة ولكن التحكيم جاء يعني منصف ويستعنوا تقنية الفيديو بشكل منصف مش لمصالحهم الشخصية الجزائري راح تكون حاضرة في كل النسخ القادمة الخاصة بالمونديال ننتقل الآن إلى الخبر المولي أين الكوتش جامال بماضي سيعمل ثورة في القائمة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري أين تأكد لنا بأن إسماعيل بنصر المصاب رسميا راح يتغيب عن المباريات القادمة فلهذا الحلول هي كل من حسام عوات أو تجربة ياسين عدلي أو عودة هاري السبب القبل فرح يكون أحد هؤلاء اللاعبين حاضرين وذلك بشكل رسمي في الفترة المقبلة أما بالنسبة لللاعبين الآخرين هناك تضحية كبيرة من الكوتش جامال بماضي بإبعاد العادي من اللاعبين وتجربة لاعبين آخرين ورح تكون هناك عودة سعيد من رحمة حسب الرئي الشخصي وأيضا يوسف عطال الذي عاد من الإصابة وفيكتور نكحل الذي رأي قدم مستويات كبيرة جدا بالنسبة للخبر الموالي والأخير حسب موقع شوت أفريكا أكد لنا قائلا أن الدول الجزائري السابق كريم زياني قدم طالبا من أجل تدريب المنتخب الوطني الجزائري للأقل من 17 سنة وهو ضمن أبرز المرشحين لتدريب هذا المنتخب مدى بنا عزيزي كرام يكونوا عندنا كفاءات وطنية كانوا يلعبوا مع المنتخب الوطني الجزائري ورح يدربوا المنتخب الوطني الجزائري في الفترة القادمة إذا رح يوافقوا باهي يعجي هذا المدرب للمنتخب الوطني الجزائري أنا أتمنى له كل التوفيق في مسائلته إن شاء الله التدريبية مع هذه الفئة في أدخل 17 سنة للمنتخب الوطني الجزائري على كل حال ما نطورش عليكم كان هذا الفيديو اليوم خبرونا لكم بصدق التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام